اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أيضا في هذا البرنامج نفتح بواب التواصل معكم مستمعين يعني نستقبل في آراءكم وقترحاتكم كل ما مشاني أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ويعني دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أرقام التواصل معنا بتخبركم الأرقام دكتورة ندى الملة دكتورة صبحت الله بالخير صبحك الله بالنور والسرور صبحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد ومبروك عليكم الرحمن أرقام التواصل معنا الاتصال 600-551414 والرسالة النصية على 4006 واليوم موجودين لايف فقط على أكاونت هيئة الصحة في دبي في إنستجرام DHA underscore Dبي DHA underscore Dبي طبعا أكاونت نور دبي لحي ما أعطونا الباسورد ها صفار صفار اليوم مخرجنا ما أعطونا الباسورد ما الأكاونت نور دبي فما دخلنا منه نزيل أيضا معنا اليوم في التنسيق شيمة التناك صباح الخير شيمة شيمة مشغولة مشغولة هي تستقبل اتصالاتكم وأيضا معنا ندى عبدالله علي بعد كذلك تشارك شيء من التنسيق فحياكم الله دكتورة ذكرينا برابط التأمين الصحي الله خليتك نذكركم ونريد نذكر نذكركم أو شيء بالرابط بعد نقول لكم نهاية المهلة الرابط هو www.isahd.ae ونذكركم يا جماعة نهاية المهلة هي 31 ثلاثة أو 31 مارس 2017 يعني من 1 أربعة تبتدي الغرامات فلما صحح وضعه يلحق ويصح وضعه اليوم نزلت الرواتب صح واوضعكم لا تترينيون الغرامات شو دخل الرواتب بتصحي العرض؟ لا لأن الناس تقول بالعادة ما عندي بيزات أن أأمن فبما نزلت الرواتب عطوا أولوية للتأمين أو شيء يا جماعة قبل أي شيء ثاني هذا اللي ما عندي بيزات هو المفروض يأمن أكثر من غيرها دكتورة والله صدقك محمود صدقك صح إلا إذا أنتو يعني من دول دخل المحدود والله التأمين لكم ترى موضتكم بالعكس تشوفون كلفة التكلفة ترعاية الصحية ترى مكلفة والله شو خشمتش اليوم دكتورة؟ شمين زين يعني ولا نص نص؟ وخبرت عن ديوم دراسة تقول قلب الإنسان يشم الروائح أيضا يقولت أجرى باحثون ألمان من ميونخ وبون وكولونيا وتوبنغن دراسة جديدة حول قدرة القلب على شم الروائح للاستفادة من هذه الميزة في علاج الكثير من الأمراض أنزين؟ وجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة البحوث الأساسية في القلب أن العضو يستطيع شم رائحة الأحماض الدهنية الموجودة لدى المصابين بالأمراض بما في ذلك مرض السكري في الدم ويقوم القلب بتقليل عدد الضربات عندما تكون رائحة الأحماض الدهنية مركزة اعتمادا على هذه الميزة وتتيح هذه النتائج إمكانية تطوير الطباء لأدوية فعالة خاصة بمرض السكري حيث تتراجع دقات القلب لدى المصابين بالسكري عندما يشم القلب الدهون التي تشكل خطرا على الجسم ولكن الحد من ضربات القلب قد يشكل خطرا على صحة المريض والجدير بالذكر أن حوالي 8 ملايين شخص في ألماني يعانون من مرض السكري ومن شأن هذه النتائج المساعدة في التقليل من مخاطر الناجمة عن مرض السكري هذا طبعا وفقا لمجلة البحوث الأساسية للقلب قلبتي شم دكتورة والله دراسة عجيبة محمود يعني اللي بس تشوفهما ربطوه إنه ما ممكن للروايح ترى ما يشم روايح العطور وغيرها فقط شم رائحة الأحماض الدهنية فتنخفض عدد دقات القلب فوالله ما عاف كيف يستخدمون هذا من ناحية الكلينيكية بس والله دراسة مثير الاهتمام يعني والله شي جميل أنا لأنه يبتل كاميرا شوية بالعكس ما للإنستجرام لايف ما عرف تقرأ تعليقاتي نزين فحد كاتب حلقة اليوم حول الزلزال الذي حصله بأمريكا لا لحل حلقتنا اليوم نحن عن الصحة والسعادة وكيف تعيشنا مطحية صحية يعني الله يبعدنا عن الزلازل ويبعدنا عن الكوارث نزين واللي حاب يتواصل معنا عبر الهاتف ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة أيضا دكتورة يعني في عنا رسالة رسالة صباحية إيجابية بما نتحدث عن السعادة والإيجابية شو رسالتنا الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالتنا الصباحية لليوم تقول الأحد هو بداية الأسبوع جديد فحرص على أن تكون بدايتك قوية وليكون نجاحك أقوى هاي الكلام الحال دائما نقوله محمود في البرامج صحيح إن الأحد يحبك الأحد وخيرون طاقتكم إيجابية بداية الأسبوع ولا تفكرون الأحد دوام وشيء لا ولكن استغلوا يوم الأحد أن تكون طاقتكم إيجابية بالتالي يمشي باجي الأسبوع عندكم بشكل ممتاز وتنجزون فيه يعني أحيانا يعني توفي في رسالة جاي أنا ما بقرأ الرسالة كلها بس إنها هي المستمع والمستمع تبحث عن وظيفة نزين وصالها ست سنوات وتقول ظروفي صعبة وكذا الأجدر يا جماعة الخير دي كل شخص يعني ينظر إلى الحياة بإيجابية ينظر للحياة أن بالفعل هناك فرص دائما والتفكير الإيجابي يفتح لك مجالات أنت ما تتخيلها في حياتك وفرص ما تتخيلها وأيضا استمتاع بالحياة بشكل ما تتخيلها صحيح فاليوم تبحث عن وظيفة تبحث عن وضع أفضل تبحث عن زودة بيت أكبر بيت غيرة كذا الإيجابية نزين تساهم في تحقيق مثل هذه الأهداف التي تتسعى لها لأن استغرب حتى أحيانا في التواصل الاجتماعي يطلعون لنا في ناس سلبيين بشكل ما بطبيعي صحيح هذا يتكلم من رأسه وهذا ليس معايش الواقع صار الشخص الإيجابي في التواصل الاجتماعي الشخص ليس معايش الواقع وهذا ليس صحيح محمود الشخص الإيجابي ترى عنده مشاكل ولكن اختار النظر الإيجابية للحياة فأنت تختار هل تختار نظر السلبية أو نظر الإيجابية فقد نظرتكم دائماً إيجابية ولا تسهل كافة أموركم حسب قانون الجذب الموجود في العالم شو قانون الجذب هذا؟ يعني لما أنت تكون تفكيرك إيجابي فأنت تجذب الطاقة الإيجابية الموجودة عندك في العالم بالتالي تلاقي الشخص اللي دائماً نظرته إيجابية تلاقي مثل ما نقوله إحنا بالعامية تنفتح له الأبواب بينما الشخص للطاقة السلبية حتى مثلاً تجرب أنت نشل الصبح وفكر أن اليوم إن شاء الله بيكون يوم جميل وإلا الله بيسهل أمورك تلاقي يومك يمشي بسلاسة بس نشل الصبح ومزاجك مبوايد مضبوط ويعني تقول أغو شو اليوم دوام وبسير ودوام وعندي شغلة فلانية بتلاقي طول اليوم حراقيل هاي هذا قانون جذب أنت نظرتك إيجابية تجذب الطاقة الإيجابية في العالم فتتيسر للكمور إذن تعرفي قانون الجهود المهدورة الجهود المهدورة يلا أنت قولي عنها وقلت يا بس في وقت قبل الفاصل أقول لهم إياه ولا نطلع فاصل نقول يستهل نعطي دقيقتين محمد يقول يقول لك الأسد ينجح فقط في ربع محاولات للصيد أي أن 25% نجاح و75% فشل ومع هذه النسبة الضائلة التي تشاركه فيها معظم الضواري إلا أنه من المستحيل أن ييأس فيقف عن المطاردة أما السبب الرئيسي في ذلك فلا يرجع للجوع كما قد يظن البعض بل يرجع لأن الحيوانات مبنية غريزيا على استيعاب قانون الجهود المهدورة هذا القانون اللي تعمل به طبيعة كلها نص بيوض الأسماك يتم التهامها نص مواليد الدببة تموت قبل البلوغ معظم أمطار العالم تهطل في المحيطات معظم بذور الأشجار تأكلها العصافير الإنسان هو الوحيد اللي يرفض هذا القانون الطبيعي الكوني ويعتبر أن عدب نجاحه في بضعة محاولات هي فشل لكن الحقيقة أن الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة النجاح ليس أن يكون لديك سيرة حياة خالية من العترات والسقطات بل النجاح هو أن تمشي على أخطائك وتتخطى كل مرحلة ذهبت جهودك فيها هدرا وتبقى تتطلع إلى المرحلة المقبلة إذن حتى في الكثير من الأمثلة والكثير من الآيات القرآنية اللي تحث على هذه المسألة مسألة أن الواحد ينظر إلى الأمور بإيجابية ويتبنى الأنشطة الإيجابية فيا أخي فكر بإيجابية ما بتخسر شيء وحاول تقاوم هذا الكسل صحيح أشوف نحن لهيت شوية عن السوشال ميديا منورة الدكتورة ندا بس الدكتورة ندا بنورة ومحمود يعني ما يقول دكتورة نقصنا وأنت حقيقة البرنامج يفيد الإنسان بشكل جميل وصباح الخير والسعادة صباحكم ورد صح وصباحكم بسعادة شكرا لك لك جيني ديكس بي ما أدري لك ولا لكي لكم شكرا لكم فاصل مستمعنا بعد الفاصل بتكون معنا ضيفة جميلة في الستوديو بنقعد معها بنسولف وإن شاء الله أنا أتوقع أن كامتل الإستجرام سوف ينغم يعني يكون مغمور بالرسائل الجميلة واللي على الإستجرام بعد بيعرفون خلال الفاصل فاصل مستمعين وراجعين إن شاء الله صحة وسعادة سعادة الله وقاتكم مرة أخرى سعادة الله وقاتل سعادة الله وقاتل حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل نحن وعدناكم أن نستضيف معنا أحد الشخصيات اللي دائما ما نحب نستضيفها معنا وهي أصلا يعني البرنامج للعلم أول حلقة طلعنا فيها كانت هي ضيفتنا دكتورة وفا عايش صبحت الله الخير صباح الورد الفل أنا دائما أسعد أني أكون معاكم حقيقي يعني كل يوم عم بيحلوا البرنامج ويثرة بالمعلومات وشاء الله عليكم حقيقي نورتنا يا دكتورة ونحن حابين نتحدث عن أدارة التغذية السريرية وما نطرح العديد من المواضيع الخاصة بالتغذية لكن قبل ذلك بس خلينا نذكر بأرقام التواصل معنا الاتصال على 600551414 والرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على كونت هيئة الصحة في دبي فقط اليوم اللي هو DHA underscore Dubai موجود اليوم عن نورت بي يا جماعة فقط هيئة الصحة نورت بي لأنا ما أعطونا الباسفورد ما أعطونا الباسفورد نزيل نترى بس الـ IT ونيأطونا الباسفورد على أساس أننا نحن ندخل معاكم لا في إذا لحقنا يعني أثناء البرنامج ما لحقنا إن شاء الله باتر منكون معاكم إن شاء الله دكتورة صباح الخير 2016 عدة بالعديد من الإنجازات وأيضا دخلنا في 2017 ونالك العديد من الآمال والعديد من المشاريع المستقبلية بالنسبة لإدارة التغذية السريرية خبرين عن 2016 وخلينا نشوف كيف استقبالكم لـ 2017 من الخطرة لكم استقبلية تفضل طبعا 2016 شكرا لجهود فرق العمل اللي معي كان فيه العديد من الإنجازات من قبلهم مبادرات عديدة منها الموظف الحكومي المتميز استغذويا الحقيبة الغذائية إكمال مبادرة نحن نغذيك من قبل مستشفى راشد عندك لـ كان فيه أطفال أقوية في مستشفى لطيفة في الرعاية الصحية الأولية كان لهم مع الفريق السماوي الحمد لله أخذنا تكريم خاص من قبل الشيخ حمدان الله يطول عمره بن محمد بن راشد المكتوم الله يحماهم جميعا كمان كان عنا سمكة بطوني اللي عم تلقي نجاحه وهلأ حنبلش في المرحلة الثانية فيها في المدارس بلشنا في الأسبوع اللي فات توعية الأهالي وهي المرحلة الثانية فيها كمان كان فيه مبادرة تعيش الصحة ومستمرك اللي هي مع تغذية المراهقين هاي الفئة العمرية اللي شوية صعب دائما إحنا مروحنا الأطفال أو للي عندهم مشكلة المراهقين بالنص ضيعين اللي هما لهم أكبر ولهم صغار في مرحلة تغيير في الفكر مرحلة الوجبات السريعة أيوة فتوجهنا إلى خلينا أقول مرحلة بدء الاستقلالية برأيهم وبالتالي بيكون في كتير توجهات خاطئة تغذويا عملناها في أكتر من مدرسة والله الحمد في مشاركات مع بلدي دبي في المطعم الصحي هلأ عم نشتغل عليها في صورة أكتر فعالية فيعني الحمد لله الفريق العمل كل واحد عنده بمستشفى راشد مستشفى دبي لطيفة حتى الرعاية الصحية حتى كان عندهم للسمنة والسكري فعاليات كتير عدة للفيتامين دال لهشاشة العظام على مستوى الإدارة كل حتى الأيام العالمية كنا نحن مشاركين فيها بكل الأقسام بفعالية يعني توعيد المجتمع عن كل مرض بيوم العالمي سواء السكر القلب حتى الجهاز الهضمي كله فيه فيه الفعالية ذكريني فيها اللي مات المشي والرياضة البدل آه إنجز أكتر إنجز أكتر شو إنجزتوا السنة؟ 2016 كان فيه إلها كان جميل حتى المعالجة وشرفنا نعم وكان الفريق العمل ما شاء الله عليهم مبدعين هاي من أحلى المبادرات حقيقية فكرة سريعة عن المبادرة دكتورة عشان ذكروا مستمعين فيها؟ إنجز أكتر هي مبادرة للرياضيين من يمارس الرياضة بشكل بكل أنواعها في المماشي وكان تم اختيار من قبل الزميلات بعض تخاطبوا مع والدي دبي قسم الحضائق واختاروا بعض الحضائق الموجودة لعمل الفعالية فيها وينكون متواجدين من شهر واحد لشهر أربعة يكون فيها دائما ستندات مختلفة لشرح أهمية المي شو ما ضرب رشوبات الطاقة فحص السكر فحص تغذية العامة المتوازنة يعني ودائما هم موجودين كانوا كل ثلاثة ما عاد في حتى كل اتنين وكانوا يعطوا النصائح بصورة فعالة ولله الحمد ممتاز دكتورة طبعا انتو تقدمون خدمات لمتعاملية هيئة الصحة خدمات متميزة واحنا نشوف ما شاء الله المتعاملين نحاول عندكم بهيئة يطلع من عندكم هيئة مختلفة تماما شو أبرز خدمة عليها أكتر طلب المتعاملية هيئة الصحة أو خدمة متميزة احنا نقدم في هيئة الصحة من قسم التغذية شوف هي عيادات التغذية اللي موجودة احنا بالهيئة والخصيات التغذية أصلا ذو خبرة يعني ولله الحمد بيبدعوا في عملهم صحيح لكن كان في عنا في إذا شفتي اللي فزنا فيها بـ 2015 نحن نغذيك صحيح اللي وفرت على المرضى حوالي 6500 درهم على البومب إحنا جبناها فري وموبايل يعني بمعنى أن البومب عبارة عن جهاز كتير صغير يروم يجلس كبير السن أو اللي بيمشي على التغذية الأمبوبية خلينا نقول يتحرك في البيت براحته يجلس في المجلس يعني مش مقيد في السرير وفي ألارم إذا خلص الفيد إذا كذا تغذيته خلصت يعني الحمد لله وفزنا فيها بأفضل شراكة مع قطاع خاص بألفين وخمستاش الحمد لله يعني ومستمرين فيها وستشفراش وإن شاء الله حنطبقها في الرعاية الصحيرة دكتور أمل بإذن الله إن شاء الله بس خلينا نأخذ بعض الصباحات الجميلة من المتابعين عندنا صباح الخير من مس خوخ صباح الخير دكتور وفا وتحياتي المدعين خالد الكاشي الكاسح صباح الخير مع مطار الخير التي تزين شوارع دبي من أحمد شبراوي أيضا الحصائي عن طريق الرسال نصية 4006 يصبح عليكم وعلينا ويعني صباح جميل اليوم كتير حلو ما شاء الله مع زخات المطار هذه الخفيفة رائعة بس قبل شوي كانت يعني ما شاء الله زخة الطريقة رائعة ترد الروح شوي وترد التفائل وتخلي الإنسان يعني يستقبل هذا اليوم بإيجابية بما نتكلم عن الإيجابية طيب دكتورة في أنواع من الأكل تخلي الواحد يفكر بإيجابية؟ في أطعمة للسعادة شو هي؟ بما أنه عندنا مبادرة سيروتونين السعادة اللي من موارد البشرية فأنا دائما هذا الهرمون الرائع اللي الأكل له دور كتير قوي ورح تتفاجأ فيه لستة من الأكلات تتصدر قائمة السعادة منها الكاربوهايدريتز رقم واحد وعشان هيك الناس اللي بيعملوا دايت على البروتين فقط لفترة طويلة بيسيبهم اكتئاب بيسيبهم إحباط بيسيروا عصبيي المزاج الكاربز يعني الخبز والعيش تعطي سعادة بس خلينا نقول لأنه شوفي في كل شيء دكتورة نادا فيه بوزيتف إيجابي وسلبي لما أنا بقول عيش مو بدروري يكون الدهن معبة يعني العيش أو الكاربز اللي موجودة فيه بذات بعض الأنواع اللي هي ريتش بالنشا العيش يعني العيش مالنا ولا العيش الرز العيش الرز يعني الخبز نفس الشي يعني كل مكان مثلا الخبز خلينا نقول فيه فيه الألياف فيه النخالة بتعطيكي فيتامينز زيادة بتعطيكي معادني زيادة فبيعطيكي سعادة هاي واحد اتنين الموز الله الشوكولتز دارت شوكولتز طب شو رأيكم انتم شفتوا آخر دراسة اللي من كم يوم على التلفزيون لما حتكلموا على الدارت شوكولتز وقالوا إنها تساهم الشوكولات السوداء اللي بدون سكر وبدون دهون فيه خفض السكر النوع الثاني تفيد القلب وأهم حاجة إنه الماكنيزيوم ريتش فيعطي ارتفاع في سيراتونين السعادة الفراولة ديفورة الفراولة جميلة فيها مضادات أكسدي هلأ هون كل الفواكه كباكج إذا أخدنا الموز إذا أخدنا الفراولة إذا أخدنا تضيف السعادة تضيفها ليش لأنها هي فيها مضادات أكسدي لو مش بس هيك فيها مضادات أكسدي بالذات إذا حطيتها ديب حطيتها في تشوكولت دارت يا سلام يا سلام على الجو نزيد فنعم هناك أطعمة تفيد السعادة أحمد يقول أول مرة عرفنا فيه أطعمة للسعادة نعم هذه الدكتورة عطتنا أمثلة بسيطة نحن بس عشان نطلع الفاصل ونرجع للدكتورة أيضا بس دكتورة بقرة سؤال محمد محمد يقول نوص الدكتورة بعمل وتنسيق الفحوصات الغذائية بشكل إلزامي والبدء بموظفي الصحة ومن ثم الدوائر الأخرى للحد من السمنة ويكون تمثيل غذاء ثابت مفتوح إن شاء الله فعلك طيب إن شاء الله هي الفحوصات اللي تتم أمودتش أنت ترى الدكتورة أعرف أنا أأيد الكلام مع الدكتورة وفا الوظف الحكومي المتميز تغذوياً اللي إحنا بنعملها إحنا مطبئينها فعلياً إحنا ما بنأخذ حد إلا لما يكون عاملين فحص وهلأ الآن إدارة المواد البشرية مع نادي الضباط نادي الضباط إدارة المواد البشرية مع نادي الضباط عمل برنامج تبع ثلاث شهور على مستوى الهي على مستوى الحكومية بالضبط بالضبط فأتمنى يشارك فيه يعني في نادي الضباط يعني يروحون تقريباً من الساعة السبع لين عشر لين عشر وخصائي التغذي تتابعهم وفي فحوصات وكل شيء ويعبون رياضة وكذا لكن فيه شروط للقبول منها موافقة المدير فاصل واستمعينا بعد الفاصل ما نرجع إن شاء الله صحة وسعادة سعد الله وقاتكم برات وخرى وسمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا الدكتورة ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف فقط على كاونتها الصحة في الإنستجرام دي اتش اي أندرسكور دبي ونذكركم معانا الجميلة دكتورة وفا عايش في الستوديو للإجابة على جميع استفساراتكم وخصوص التغذية طيب قبل الفاصل دكتورة كنا نتكلم على موضوع الأطعمة التي تعطي السعادة فعنا أحد يتابعك يقول بالنسبة لي أكثر أكلة تشعرني بالسعادة هي المحشي وأكدت وأنا أكدت الموضوع لأن المحشي أصلا فيه رز أيش وفيه خضار والاثنين تبعهم فعلا يعطي سعادة حقيقة حتى أنا ولم أباكل كساب حشي مثلا كثير هذا سؤال مهم دكتورة بس الكميات مهمة نبغي نعرف أحسن الخضروات والفواكه لزيادة طول وكثافة الشعر شرب ماء هلأ الماء فعليا صحيح الماء إله دخل فيه تطيب الشعر والبشرة وهذا وأنا وأيد ولكن بالنسبة للشعر يا جماعة الأضاء الضفور والشعر بروتين بروتين ويجب أن يكون بروتين جيد زي البيض اللي هو أعلى نسبة خلينا نقول أكتر نسبة بيولوجية في البروتين موجودة في البيض جميل ممتاز فيفضل إنه الإنسان يعني يتأكد أنه يأخذ هذا البيض لأن البيض لن فيه مادة الكولين اللي بتمنع الألزهايمر بتمنع باركنسون ديزيز بتمنع الدمانشيا وفقدان الذاكرة والنسيات والخرف المبكر وكتير ناس بتقولك إذا بتنتحدين النداء ما عرف بس دايماً قبل الامتحانات لازم تاخذ بيضة بأمانة شديدة الطب أثبت والعلم والدراسات إنه لما بتاخد بيض قبل أي مش بس امتحان أي أداء عندك تركيز بده البيض يفاعل التركيز لديك بذات إنه طبعاً نحن نتكلم عن بيض مفور ممكن نحط عليه زيت زيتون كذا بس مش مقلاي لأنه نحن ما بدنا يتحول لشيء صحيح يعني ناخد كولسترول زيادة الأمات عم قبل امتحان بيض ولوز لا والبيض ينزل الكولسترول ما يرفعه يعني بالذات إذا أنا أخذت البيض المفور أو البيض البوشت أو بدون دهن البوشت يعني مثل البندكت اللي موجود في الماء اللي تفورين الماء تفتحين تنزل البيضة هاي نعم هاي كلها تضيف لجسدنا فعالية أكثر بو حمد اختصر الكلام اللي انتي قلتيه كله دكتورة في جملة ولا في طبق في ثلاث فيساتي فيسينتي وايد بتسامة عريضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايما الأكل يجلب السعادة صحيح 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 اختصر الكلام كله لو ما كان نجلب السعادتها ما تفنا عادة الكوفي شوبات والمطاعم تتكاثر وكلها متروسة ما شاء الله ناس والناس يا حسين دمان سعيدين لا لا شوفي الأكل متعة صحيح صحيح وربنا لما خلق أو خلق أو فعلا لأنه في في فائدة لما بتقول لي شو نوع مثلا لما كتير بستغرب لما الناس مثلا بقولوا لي أفضل خضار أفضل فواكه صحيح كل فاكهة كل خضار كل شيء له فعل في جسم الإنسان صحيح ما في اتنين متشابهين كان خلقها كلها فراولة صحيح إذا لحالها الباريز أو فصيلة التوت التوت شوفي كم نوع التوت الأشعاد والتوت الأحمر والتوت الأبيات صحيح فيعني التلون هذا في أو التنوع كان ممكن كلهم يكونوا أحمر مثلا صحيح صحيح كل واحد له فائدة وبنسبة معينة يعني مثلا الآن من إحدى أساسيات العصائر التي تقدم لكبار السن لمنع الخرف ولتحسين الفعالية والأداء لديهم هو التوت الباريز البلو باريز البلو باريز الدوائر هذين الدوائر هذين الدوائر هذين الدوت الأزرد موضوع مهم ما علي ما تخليني أسأل أسرة المتابعين يعني يطرشون سؤال أكثر من مرة موضوع ما شاء الله شغالة خلينا نسأل أسلتهم عموما نحن اللي انضملنا عبر إذاعة نور دبي نحن موجودين معاكم الحين على الأكاونت الخاص بنور دبي كذلك اشتغلنا على القناة أيضا نعود إلى الحديث عن بعض الأساس شو العلاج الطبي لعلاج حرقان المعدة دكتور عسري حرقان المعدة في العديد من الوجبات حسب أولا حسب الحالة اثنين في ناس الأشياء اللي خلينا أقول الممنوعات الأطعمة اللي فيها حر الأطعمة اللي سبايسي يعني الأطعمة المقلاية الأكل المقلاية كله لا بداية دائما أحاول ما أخلي المعدة فاضية دائما أحاول أني أنا أخلي مثلا الطعام وزع على 6 إلى 8 وجبات في اليوم أقسمها بحيث إنها تكون وجبات خفيفة والمعدة ما يصير الأحماض اللي تطلع تؤذي الجسم إضافة إلى إذا كان عنده زيادة في الوزن يجب أنه يمشي على نظام لتخفيف الوزن لأنه من إحدى الأكبر الأسباب إنه بيكون الكرش عالي فبالتالي يعمل ارتجاع مريئي نبتعد قد ما نقدر عن الأطعم اللي هي الصوسي ليه مثلا الفاصولية بالطماطم اليخاني اليخنة الستيو لأن هاي كلها الصلصة الحمراء تؤثر سلبا على المعدة دائما أخذ دوت بس عندنا مكرم بنقاطعش بالخير بس عند المستمع على الخط سامعيكم عشان حرموا على الخط صالة لفترة يلا معني سامعيكم عليك السلام ورحمة الله هلا أخوي تفضل يسعد صباحك كيف حاكم صباحنا وصباحك تفضل صباحك وصباحنا سرورة إن شاء الله أمين تفضل أنا من زمان كنت أسمع برنامج على إزاة الشارقة كانوا يقولوا عن التغذية مثل ما أريد تفضل لحضراتكم وفي مرة كان في أخت دكتورة يمكن على موضوع التغذية حكوا عن البيض قالوا إن البيض بيعمل كليسترول ومش عارف شوي يعني دخم الموضوع الطريقة مش معهولة فاتصلت أنا قلت له إن يا عمي أنا زلمي بشتغل بمزرع اسمها اليونفوت بالشارقة أنا ما بجيبش على البيض إلا صندوق يعني صندوق بيض فيه 365 بيضة ماشاء الله هذا بحكي طبعا من زمان من حشرات السنية يعني من حشرين سنة يمكن أكتر كبير فأكلي معهولة للعاي وأنا الصبح والظهر وعشية أنا وأولادي وأعادتي منأكل بيض ما بدون بيض ما بيجي الحال كيومية ولغاية هلأ ولغاية هلأ لغاية هلأ أنا بجيب بيض فطور در أي وعد رحز كولستروليك لحظة أنا عندي سؤال أنا ما عرف تسبك أول شي حسن سرور إن شاء الله دائما تكون في سرور يا رب حسن أنا عندي سؤال يعني على كمية البيض اللي كلتها طلع لك ريش ولا السن لا بكتل لها ريش طلع شعور يؤذل على الأرض زحياك يا سيدي يا زحياك يا أخي الله يعطيك الصحة والعافية وعلى موضوع البيض دكتورا يعني حسن يزاه الله خير فتح هذا الموضوع موضوع البيض فيه أكثر من أسئلة يعني حد يقول أنه أول مرة عرف أنه البيض كيف يقولون البيض زيادة في الكوليسترول حد منه كان يتكلم في هذا الموضوع وحسن تكلم عن موضوع البيض أنه يأكل كالهادي وانت قلت أنه من المفاهيم الخاطئة أنه يسبب الكوليسترول البيض ينزل الكوليسترول إذا أرخط بطين في اليوم ينزل الكوليسترول السيء أو يرفع الكوليسترول جيد. بس مثل ما تكلمت لازم يكون مفور موش مقاللاي. لاني انا لما بغير في طبيعة البيض بيصير الكوليسترول اللي موجود فيه قد يؤدي. ولكن البيض في اليوم لما انا اخده بنزل الكوليسترول السيء. حتى دكتور فانا وحد عندك كوليسترول عالي واخذ ادليات. الله ما تخلي. ودي اسأل. والله ودي اسأل اسئلاتكم. ما تخليني. على البيض بعدنا. يعني الناس اللي عندهم كوليسترول عالي. لما يوني العيادة يقول. هل في حد قال لي اخذ بيطين بس في الاسبوع. في حد قال لي ثلاث مرات في الاسبوع. فلنقدر نقول لهم اخذ بيط كل يوم. بس يكون مفور. عادي. طيب. احين نحن نتكلم عن الكوليسترول. شو هي الاكلات والفواكه والخضروات اللي تزيين الكوليسترول من الدم. وايضا افضل علاج لتخفيض الكوليسترول. خليني انا اصدمكم بشغلي. الاكل فقط يرفع الكوليسترول 20% فقط. فقط 20% والان التواجه بيجي من الليفر من الكبد. بيكون الجسم هو مهيئ. طبعا اذا كان الشخص عنده ثمنة. ما بيتحرك. بيأكل اكل مقاللاي. اكل تاريخه المرضي فيه. هذا سبب اخر. ولكن الناس في عندك ناس كتير ضعاف. وجينات وراثية. هذا يعني لو خذ الكوليسترول. لو شو ما اكل. ما بيأثر اصلا. ما بيرتفع. بيتم اشارات ما هو. ما بيزيد. لكن زي ما تكلمنا. الاكل المقاللاي. والدهون المشبعة الكثيرة. اللي اكثر عن الحد الطبيعي اللي سبعة في المية ولا عشرة في المية في من المعدة الكالوريز كلها. تسيء الى الجسم. كيف ننزلوا? الحركة بركة. والحركة فعلا ترفع الدوء. يعني شو بنسموها احنا بنقولها في المصالح العام تكنس الكوليسترولي سيء. يعني يرتفع عندك اله دي ال ويكنس الكوليسترولي سيء. فهي الحركة فقط. جميل. اه اه هل شوكولاتة داكنة تنزل الكوليسترول? نعم. اه لو اكل اكل عادي وسوي رياضة بينقص وزني? اكيد. بس حسب العدد سعرات الحرارية الداخلة على عدد سعرات الحرارية اللي حرقها اثناء الحركة اللي سواها. يعني لازم يكون في اكثر واقل. شو رأي الدكتورة في الخضارة مستوية على البخار? حلوة. بالعكس. انا يعني كلما كانت الخضار تعرضت للحرارة اقل كلما كانت فائدتها اكثر. خصوصا اللي الفيتامينز الزائبة في الماء اللي هي البي بانواحها والسي. هلا الا والك والدي والاي هاي هاي ما تتأثر ولا بشيء. شو احسن زيت للأكل؟ زيت النباتي اه؟ زيت النباتي ويستخدم لمرة واحدة. اذا كان مثلا زيت عباد الشمس او كذا. كانولا يستخدم يعني اول مرة اذا للقلي. اما اذا للطبيق العادي عارفة يعني اي وقت تستخدمينه متر ما تبين. لكن للقلي ديب فراينج هي مرة ويرمى. ما يستخدم مرتين. الحديد تفرش شربه بارد ولا يستخن افضل؟ اذا طازج لهم اللي احنا منجيبهم. هاي هذا مو بس بارد حار ما تفرق. شو الخضروات والفواكه المفيدة للشخص اللي عنده سكر تراكمي؟ اذا سكر تراكمي العالي هي مش هي الكاربوهادريت ان جنرال اللي بتأثر. معدل الكاربوهادريت لازم يكون خمسين في المية من معدد الكالوريز الكامل للشخص. وبالتالي تحسب وتعطى له الوجبة على اساس هو شو كيف نظامه خلال اليوم يعني عمره وزنه عرفت؟ اكل البيض فالليل ما يضر؟ لا. اذا مقالله اذا مفور لا مقالله هي. سؤال انا فيني كارسترول هو يعني كارسترول 266 وراتيا هل الرياضة بتخفف؟ هل في حلول اخرى اذا كنت مصاب وراتيا؟ خلينا نشوف العلم شو عم بيقول الآن؟ العلم حتى بقول لك الادوية. هلا فيه صار طالع صرعة. انه حتى الادوية تبعات الكالسترول يمكن تتغير وتتفاجأ وانه الناس اللي هي لها جينات تساعد على انه يكون الكالسترول عالي مثل الاخ اللي عندك يفضل انه ما ياخد حتى الادوية لانه هو عم بيلعب بالجينات. فاحنا خلينا نشوف شو بيقول العلم المستقبل القريب ونتابع شو عم بيصير وحنتابع معاكم ان شاء الله لكن لكن يفضل الحركة ويفضل التحكم بانه ما تاكل أكل مقلاي بكثرة يعني مرة بالأسبوع ذالي حالك. اهم سؤال وصل لحين كيف نخفف الكرش؟ هلا الكرش له العديد من الاسمال. لا لا اليلس لحالها ندى. احنا نيلس ونرتخفها يصير فيه اتخاء في العضل وبالتالي يتعبى. اه لازم تجلس مستقيم حتى ينتنشد عضلات البطن. هاي اول شيء. شرب المي يمنع ظهور الكرش. اه اضافة الى انه ما اكل الغدا اتغدا وانام ارقد. هاي يساعد على تفعيل الكرش عدم الحركة عدم ممارسة الرياضة الجلسة الطويلة لفترات ومع الاكل الكثير في الدسم هذا كله يسبب الكرش. شوف يجوا مع الماء في كل شيء. شوف دكتورة كل جواب قالت او شيء اشربوا ماء. وقالت حركة. يعني هاي العامل ايه لو انتم تبعتون? اموركم سليمة ان شاء الله. والله الامور هتفعل. هاي. هلأ في كتير انا يعني مثلا ام ام انصح الناس خصوصا اللي كان عندو حرقة في المعدة او عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. انهم يفعلوا عملية البكتيريا الجيدة. يعني ياخدوا الروب اللي فيه بكتيريا. ياخدوا البكتيريا البرو بايتكس. لانها فعلا بتحسن الجهاز الهضمي. وبتحسن عملية الحق. وتخصص الكرش. واهم شيء في دراسة اسم هذا موستاش دايت. تعرفوا القطو يحب الروب. ليس موها موستاش دايت لانه لازم تاخذ الابيض. الابيض اللي هو الروب اللي فيه برو بايتك. ابل الاكل. ابل الغداء. وابل العشاء. يدوب الدهون المختزنة على البطن. وهي دراسة حديثة يعني كمال. دكتور انا موحمن جاوب على الاسهلة باختصار لانه عندنا اقل من خمس دقائق. ناخذ خليفة بعد? يلا ناخذ خليفة خليفة اختصر لي. بارك الله فيك خمس دقائق وعدي وايد اسهلة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا اخوة تفضل. حياكم الله. تحية للدكتورة وفا عايش. يا هلا يا هلا. اكيد. يا مرحبا خليفة. هلا بك هلا. حياة يا الله. افتقدنات من فترة طويلة والله. والله يعني. من رمضان اخر مرة ثلاثة ايان? ولا ثلاثة ايان عقبل? لا 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 قبل رمضان قبل قبل قبل. لا لا فرمضان ايان. اخلاك في رمضان كل يوم. كانت موجودة. زي خليفة سؤالك حبيبي واختصر لي. السؤالي بس انا بغيت انا احب البيض بصراحة احب. لكن ما لقيت حل موضوع الحساسية اي من البيض يعني. هي سبب الحساسية هو مني انا شخصيا ولا من البيض ولا من ديايا ولا من شو بالضبط انا معه. الحساسية اللي حتجاوب عليه الدكتور اه ندى. لكن انا بقول لك اللي عنده حساسية اصلا من البيض مجرد ما يشم ريحة البيض بيصير عنده الاعراض. فهي للأسف لا يفضل انك تاكله يا خليفة ما بعتذر يعني. لكن دكتور ندى ممكن تضيف. بزاك الله خير يا خليفة. حياكم الله. باختصاء اخي خليفة اذا عندك حساسية من البيض افضل تسوي تحليل حساسية البيض. ليش? لانه ممكن حساسية عبارة عن حساسية. في درجات الحساسية. العلاج يكون بالعادة انك تبتعد عن المسبب للحساسية لمدة معينة. ثلاثة شهور ستة شهور سنة. عقوب تريد تاخذها بكميات بسيطة. الفكرة انا شو تسوي مثل تسوي فورمات للجسم من الموائج جسام مضادة ضد البيض. وتقدم له مرة ثانية بحيث يتعرف عليه الجسم مرة ثانية. وما يتكون لك رد فعل تحسوسي. فمر عيادة خلينا نسوي لك فحص حساسية البيض. احيانا تفكر عند حساسية من شيء معين. مثلا من البيض يطلع من شيء مع البيض. مثلا ممكن في الاسود او من الزيت السيطر مع البيض. فنسوها التحليف العيادة وان شاء الله تشوف النتيجة. ان شاء الله. سؤال على السريع دكتور هل صحح انه يجب وضع تفاح في الماء المغلي قبل تناوره لزالة طبقة الشام من عليه؟ لا. الشم هذا نشن فيديو ونتشرر في السوشال ميديا على هذا الموضوع. الموضوع طعام بيسموه ميركل. طعام اعجازي ما فيه. لكن الاناناس من الروائع الفواكه اللي فيها بتحفز عملية الميتابوليزم. بتحفزها. بتساعدها يعني. اوكي. انا فحص فحص كامل وطلع فيني سكري. يعني في بدايتها. افضل انواع افضل نوع في الرياضة لازالة السكري. كل انواع رياضة. هي كل انواع رياضة نعم. هل العيش والخفز يزيد الوزن؟ اذا كان زيادة على الحد دعم. شو الحد يعني هو. يعني لازم مثلا انا لازم اخد الف وخمسمائة كالوري. اذا خذيت مسموح لي ااخد مثلا ست. يعني كم اللاس عيش دكتور وفا. يعني مثلا على الغداء باخد ملاسين عيش. على العيشها ملاسين عيش. الخبز. الخبز اتنين سلايس الصبح. على حسب. حسب توزيع. والخبز الالف وخمسمائة. والخبز دائري. باعتمد باعتمد ندا. انا بتكلم الى على واحد الف وخمسمائة. بس هو ممكن الرجل الرجل يحتاج اكثر من الالف وسبعمية. اوكي. على حسب بعد طول. ايه طوله ووزنه وعمره. اه اه اه. يا سيد الفاضل تثقيف الصحي مطلوب بشكل اساسي. اتفق معاك. انا عندي حساسية من الفواكه. حتى الجسم. كمان نعمله فورمات. هي. هي نعم. يعني ترد تعرف الجسم مرة يعني تمنع المادة المحسسة. بحيث الجسم يلساها. هي. يتخلص مجسام مضادة. وترد تقدم له مرة ثانية. فيتعرف على المادة. النهاردة استفدنا منكم اشياء كتيرة. الله يخليك. هل الشاي ابيض. هل شاي ابيض واخضر ينقص في وزن واي وقت نشربه. للعلم. الشاي بحد ذاته في مضادات مضادات اكسد كتير عالية. بس علشان الشاي يكون له مفعول اللي ينزل الوزن. لازم يكون مادة الكاتيكان. زي اللي موجودة فيه سكس هنرد ميلي جرام. وهاي مش موجودة. مش موجودة. بس الاولوكتي او الشاي العبيض. لا الكاتيكان مادة مادة موجودة في الشاي. في كل عنواع الشاي. هي اللي بتحفز. تحفز. مش تنزل الوزن. تحفز الميتابوليزم. هل هناك انواع الزيوت اه هناك زيت للطبخ واخر للقلي? اه زيت القلي هو الزيت اللي هتتفاجأوا اللي انا اللي هو مشبع. اللي هو مثل اه زيت النخيل زيت. هذا افضل زيت للقلي لابطه لغاية خمس مرات. لكن زيوت النباتية مرة واحدة بترميها. زي. محمد اه يقول كلام جميل نوصي بادراج التثقيف الصحي الغذائي في بطاقات التامين السعادة كخدمة للسعادة. هذه موجودة اه محمد بشكل اه اه يعني اجباري. ان هذه الفحوصات الواحد لشان يجدد البطاقة ما تتامين. لازم يسوي فيه فحوصات معينة. هذه الفحوصات اجبارية وهي تدخل في هذا الموضوع موضوع التوعية موضوع. شو كاتب هذا? مهو. شو يعني? مهو. شو يعني? يمكن كاتب شي قبل فمصحح الكلمة تحت. اه ممكن. اه يمكن. سبحان الله. طيب في حد قال انا عندي حساسين من الفواكه شو تردين عليه دكتورة. مو معقوم من كل الفواكه. مو معقوم كل مفواكه. في فواكه معينة. الافضاء تاخد نوع نوع في المرة يعني. هي مينة الكتير مشهورة الفراولة والمنجا والموز. اه ممكن. لكن اه مشكلة. يعني تفاح استحالي احنا حتى اللي عندهم ارتكارية اللي هي الحساسية الحساسية في المستشفى من عظيم تفاح. طيب. وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. اه بطل. شكرا. شكرا. انت في اي عيادة ام زينب في الهيئة كلها. في الهيئة. زين. وين ما تروحينها. بس انتو اذا اذا شخص يبغي يستفيد من خدماتكم شي يسوي دكتورة. عندك حسب موقع في عندك مستشفى راشد. اي مركز صحي. اي مركز صحي. اي مركز صحي. ممكن يحاولون عليكم. عموما شاكري لكم. نحو وصلنا لختام حلقتنا اليوم. على امل نلقاكم ان شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتي. محدثكم محمود يوسف العلي. شكرا لك دكتورة وفا عايش. مدير ادارة التغذية السريرية في هيئة صاحب دبي. شكرا لتواجد. شكرا لكم محمود. دكتورة ندى انبسطت كتير بوجودي معاكم. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لكم. وشكرا لكم محمود. طبعا اه شكر لمخرجنا. امنوا مخرجنا اليوم قولي. محمد الصفار. يا سلام الله. وشكرا شايمة تناك. اينا. مشكورة وايد. شكرا لندى ما شوفها ندوين. موجودة. موجودة. ارفعي راسك خانشوف ايش ندى. ارفعي ايدك. ندى عبدالله. مشكورة. ونشوفكم ان شاء الله غدا. مع مواضيع جديدة. ان شاء الله. ان شاء الله. مواضيع شيقة. ان شاء الله. مواضيع قيمة. ودمتم. بصحة وسعادة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.